أهلا بكم الأحزمة النارية الإسرائيلية تزنر قطاع غزة لليوم السابع والعشرين عدد الشهداء الفلسطينيين يتجاوز الرقم تسعة آلاف أما عدد القذائف التي ألقيت على القطاع فقد تباهى وزير حرب العدو بأنه فاق عشرة آلاف لم توفر للبشر ولا الحجر حصة وافرة من العدوانية كانت من نصيب القطاع الصحي والاستشفائية فالقصف استهدف المستشفيات فخرج معظمها عن الخدمة إما بسبب القصف أو نفاذ الوقود حتى أن مركز السرطان الرئيسي في القطاع لم يعد يعمل في المقابل تواجه الحرب الإسرائيلية البرية خيارات صعبة مع فتك المقاومة بالغزاة الصهاينة ورغم دأبه على إخفاء خسائر وخصوصا البشرية ترى جيش الاحتلال لاعتراف جزئي بها مشيرا إلى ارتفاع حصيلة جنوده القتلى إلى تسعة عشر وأقرى قادة العدو بالصعوبة التي تواجه العملية البرية قال أحد المسؤولين العسكريين صهاينة بات جنودنا يتساءلون عن دور أو دور من سيموت في كل يوم جنودنا بحال انهيار نفسية وباتوا يخشون الصعود في الآليات التي ستدمرها صواريخ الكورنت المأزق الميداني دفع القيادة العسكرية الإسرائيلية إلى درس تغيير خطة اقتحام غزة بشكل جذري وعلى إقاع ما يجري في القطاع ما يزال الوضع على سخونته في الضفة الغربية حيث قتل جندي إسرائيلي في هجوم قرب طول كرم فيما سقط شهيدان فلسطينيان في عمليات اقتحام نفذها جيش الاحتلال على الجبهة اللبنانية ظل الوضع الميداني على حاله اعتداءات إسرائيلية على أطراف بلدات حدودية وردود من المقاومة على مواقع وثكنات وتجمعات العدو في المستوطنات المقابلة أما الجديد فهو العثور على جثتي شابين لبنانيين استشهداء أمس بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما أثناء رعيهما الماشية قرب نهر الوزاني وفي ساعات ما بعد الظهر تطورت الأوضاع لتطال الاعتداءات الإسرائيلية مختلف القرى الحدودية منها رشاف والخيام والمجيدي وتل النحاس والنقورة وخلت النمر وخراج بلدة الجبين وميس الجبل ومركبة والمقاومة ردت بقصفها لقيادة كتيبة الاحتلال في ثكنة زبدين في مزارع شبعة